إذا ما مضينا بحكومة أغلبية الأطراف المستبعدة هل ستترك القافلة تسير؟ صعب حكومة أغلبية سياسية أو أغلبية وطنية بالطريقة التي يجري الحديث عنها في ظل صراع إرادات أعتقد صعب لأنه أولا إذا تحدثنا عن المكونين الكردي والسني تقريبا أعلنوا بشكل صريح أنهم لا يفضلون الذهاب مع خيار شيعي واحد هم يفضلون أن يتفق الشيعة فيما بينهم أما طريقة اتفاق الكتل الشيعية هل ستكون اتفاق شامل؟ أم أن هناك أطراف من مثلا إذا تحدثنا عن الإطار التنسيقي إلى ذهبت أطراف من الإطار التنسيقي مثلا مع خيار السيد مقتدى الصدر بأغلبية أتوقع أن هذا سيمضي وبالتالي ستكون هناك حكومة أغلبية وطنية موسعة أما إذا بقيت الكتلة الصدرية وحدها والإطار التنسيقي وحده أعتقد ربما من ناحية العددية إذا انضم إليهم الكرد والسنة قد يحقق بعض الأغلبية ولكن ليس بالكامل لماذا؟ لأنك عندك أنت أكو أمور تحتاج ليس فقط أغلبية النصف زائد واحد يعني مثلا انتكاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين يعني أكثر من 220 نائب وبالتالي من الصعب تمرير هذه الوصفة إلا بتقريبا بذهاب قسم كبير من قوى الإطار التنسيقي أو كلها مع السيد مقدد الصدر في هذه الحالة لن تكون الحكومة طبعا حكومة أغلبية وطنية أو أغلبية سياسية إنما ستكون حكومة توافقية مثل ما عاهدناها خلال الفترات أو الدورات الأربع الماضية